موسيقى خدها قاعدة الشعور بالتميز الكاذب أصل في العنصرية فالحلقة الماضية تحدثنا عن العنصرية من خلال تعريفها قلنا أن العنصرية عبارة عن معاملة خاصة بناء على تصنيف يعني أنا تصنيفي كذا أنت تصنيفك كذا إذن أنا هعاملك بهذه الطريقة تكلمنا عن نماذج من العنصرية مثل العرب والعجم الأسيوي في بلدان الخليج الوظائف الدنيا وكيف التعامل معها الطبقية أو الشلالية الموجودة في المجتمع ثم ضربت أمثلة في حاجة سميناها التميز الكاذب اللي هي يعني عبارة عن هراء ويعني ناس فاشلين ليس لهم أي أداء أو إنجاز في الحياة كذا يبدون يتمسكون فيها ضربت مثل بالنجدي في الخليج وبالكوية بشكل خاص في العربي في الوطن العربي في القبيلة والقبلي يعني في الأصيل العائلة في اللقب في المسمى في الشهادة هكذا عبارة عن تميز كاذب ليش لأنها ما فيها إنجاز يعني شنو ما استفيد منها حنا كبشرية عشان نعطيك هذا التميز ليش نعطيك تميز هذا ولا لأن أنت عائلتك فلان ولا لأن أنت من قبيلة كذا ولا لأن أنت من أصل مكان كذا يعني هذا تميز اسمه تميز كاذب مثل ما قلنا أن ناس خسرت الإنجاز ما عندها شيء ما عندها أعطاء في الحياة ضايع تايها فهي تفرض هذه المسألة في المجتمع في الغالب هم مجموعة من ناس لهم سلطة أو قوة أو كذا ويفرضونها على المجتمع على من المجتمع طبعا على الضعاف في المجتمع ما يستطيع يفرضها على القوي القوي لا يعترف بهذا الكلام هاي كلها خرابيط ما يعترف فيها ولن يقر بهذه المسألة ولن تقر فيها الدول المتحضرة لكن يقرها على يعني الناس اللي هم ضعفاء حوله فيعد نفسه أنه هو أفضل منهم لأنه يتميز بكذا لكن في الحقيقة فيه تميز صادق قلنا التميز الكاذب هناك تميز صادق تميز صادق صح يعطي هذا الشخص هذا التميز مثلا بالعطاء لما الشخص يكون عطائه كثير هو في الحقيقة متميز وذلك الناس تعطيه هذا الاهتمام وتعطيه هذا التميز وتعطيه هذا الاحترام أنه عطاء كثير كان يكون مثلا شخص مخترع كان يكون مثلا شخص منفق كان يكون مثلا شخص متصدق أو كثير الصادقة فكان يكون شخص مثلا دو علم فهذه العطاء هو تميز صادق تميز صادق كذلك بالعلم يمكن الشخص يكون لديه علم واسع يعني شخص مثلا قرأ لعشرين ألف كتاب ويبحث في المسائل وكذا هذا طب ما أعطيه تميز قوي في ذلك يسعى له الناس لطلب العلم ويعطونا هذا التميز والحب يعطونا المتابعة يعطونا التواجد فليش؟ لأنه يتميز بعلم اللي أنا ما استطعت أني أسويه مثلا والله أقرأ خمسة ألف عشر ألف عشر ألف عشر ألف 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 كتاب هو استطاع أن يعمله فهو بالنسبة لي مميز أقدر أحصل منه على المعلومة بسلاسة وبسهولة من التميز الصادق كذلك الوعي الوعي هو أيضا تميز هناك أناس واسعين الوعي وهذا يعطيهم التميز لأنه ممكن يختصر علي كثير من الوقت يعني ممكن أجلس مع شخص مدة ساعة أختصر سنة سنتين من التجارب والبحث لأن هذا الشخص لديه وعي واسع إحيانا صاحب الوعي تسأله سؤالي جاوبك الجواب اللي يغنيك عن كثير من الدراسات والبحوث والعلم والتقصي والبحث ممكن يحصل بس هذا صاحب وعي وكل ما ارتفع وعي الشخص كل ما صار بالنسبة لنا له تميز ولكن تميز صادق ولما نقول لها تميز لا يعني أنه نعطيه قدسية القدسية ليست لأحد بتاتا ما نعطي أي بشر أو أي إنسان هذه القدسية قدسية يعني كأني أعبدها لكن نعطيه التميز ممكن لأن هذا أنا مستفيد بالنحة هذاك أنا مو مستفيد منه أنت من قبيلة فلان طيب شمستفيد منك أنا من قبيلة فلان شو سوي لك خير إن شاء الله طيب هذاك الشخص مثلا من عائلة فلان طيب أنا موش مستفيد منه هو من عائلة فلان أقصد أنا كبشرية يعني لكن هذا شخص عنده وعي كل البشرية مستفيدة منه حتى اللي ما يتلقون منه مباشرة عنده علم طيب كلنا مستفيدين عنده عطاء كثير منه مستفيدين تميز صادق كذلك تميز بالنجاحات شخص يحقق نجاحات يحقق إنجازات فهذا في الحقيقة صح هو عنده لديه تميز يعني ممكن نعرف هذا الشخص بأنه إنسان ناجح ما يعطيك التميز أنه وأنقول والله الشخص هذا عنده شهادة وإن كان شهادة قد تكون في كثير من الأحيان هي مقدمة الوصول إلى شيء أعلى لكنها ما تعطيه التميز هو درس طيب طيب وش استفدنا إحنا هو درس أنا شاستفد أنا كبشرية وش استفد ما استفد شيء لكن هو نجح آه أوكي الآن أنا استفد لأن النجاح معناها إيش شنو معنى نجاح يعني يا أما أنه اخترع شيء يا أما أنه حقق شيء يا أما بنى منتج يا أما قدم خدمة يا أما نجح في تحقيق هذا اللي نقصده في الإنجازات يعني نقصد بالنجاحات الإنجازات يعني إنجاز إذن نحن مستفيدون مثل لما نحن نحتفل بعيد ليش نحتفل بعيد نحتفل بعيد لأن العيد إنجاز رح نتكلم عن موضوع كيف أنه الكثير من عقدنا هي في عقدة الاحتفال نحن عندنا مشكلة كبيرة في الاحتفال بس ما عندنا مشكلة في قضية النكبات لا ما عندنا مشكلة وذكراها وكذا فحنتكلم عنه بوقت فالإنجاز لا نبي نشجعه ونبي نعطي الشخص الناجح تمييز لأن كلنا نستفيد لما يطلع عندي مخترعين في البلد يطلع عندي ناس ناجحين في البلد لديهم إنجازات نبي نشجعهم بالعكس نبي نعطيهم هذا التمييز مثل التاجر الناجح التاجر الناجح مش عقدة عندنا مش مشكلة بالعكس نبي نشجع أن الناس تنجح في تجارتها هي بس لما يصير في استغلال هنا تصير في مشكلة أو لما التاجر هذا يدخل في سياسة ويلعب بالسياسة نعرف أن هذا الموضوع استغلال واستغلال لتمييز أنت اكتسبته ثم وضعته في غير موضعه عندما أنتج منتج أو أقدم خدمة وأنجح فيها والناس تعطيك هذا التمييز تستاهل وتستحق أجي أستخدم هذا النفوذ أو هذه الأموال في قضية تغيير يعني قرارات سياسية أو التأثير في رأي العام السياسي بقوة ويعني بالدخول فيه بحيث أني أنا أثر في المجأة هذا استغلال يجب أن أكون أنا في الموضوع السياسي حال غيري يعني لكن في الموضوع اللي أنا مختص فيه هذا اللي يعطيني التمييز ذلك الدولة المحترمة هي الدولة التي ما تدعو الناس اللي هم أصحاب التمييز الكاذب يعني مثلاً كل دولة تعمل بالمحاصصة هي دولة كاذبة هي دولة مخادعة يعني شنو المحاصصة؟ محاصصة نحن نقول والله رئيس الدولة يكون من كذا والرئيس الوزراء يكون من كذا والرئيس البرلمان يكون من كذا أو مثل ما يحصل في الكوة تعالوا نقسم الوزارات يعني نعطي القبيلة الفلانية نائب ونعطي القبيلة الفلانية نائب ونعطي الطائفة الفلانية نائب ونعطي كذا نائب ونعطي التوجه الفلان يعني كيكة كيكة مش دولة وشو قاعدين نقسمها هيسمونها طريقة المحاصصة من أسوأ الطرق وما تعمل إلا بالدول المتخلفة بس يعني لكن في الدول يعني الناجحة واحد من أمرين يأما أني أنا أختار المميزين الصادقين يعني أختار مثلا ممكن أسميها حكومة تكنقراط حكومة تكنقراط يعني أن أنا أختار حكومة من متخصصين مثلا أجيب طبيب على وزارة الصحة أجيب شخص متخصص في التخطيط على وزارة التخطيط أجيب مهندس يحطه على وزارة الأشغال أجيب عسكري يحطه على وزارة الداخلية وهكذا يعني هاي يسمونها حكومة تكنقراط ناس متخصصين نحطيهم الوزارات هل هذا الكلام صحيح هو يعمل فيه بالنسبة لي لا غير صحيح ليش لأن الوزير مش مهنة تقنية مش تكنقراطية هي في الحقيقة مهنة إدارية يعني هو الشخص لما يصير وزير مو بالضرورة يفهم تفاصيل أمور اللي يدير في وزارته مثلا عداد الكهرباء شون يشتغل مو بالضرورة يفهم هذا الكلام عن حق مهندسين هم يفهمون هذا الكلام فأنا ممكن أكون وزير نفط وأنا ما أعرف عن النفط الكثير كيف يستم تكراره وكيف يستم استخراجه وإيش أنواعه لكن أنا المفروض أني أفهم في حسن الإدارة يعني أحسن إدارة سياسية لهذا الموضوع هذا الدور في ذلك أنا مش مع حكومة التكنقراط بالعكسية في الحقيقة كثير من الأوقات هي تفسد أكثر مما تصلح مثل لما تحط طبيب على وزارة الصحة في الغالب في الغالب يربك الموضوع مخ طبيب مرتبط بجراثيم وفيروسات وأمراض وكذا يعني فأنا أحطه على وزارة الصحة هيبدأ يسوي لي دائما حالات طوارئ يعني موضوعها كلها عبارة عن أمراض وكذا يعني مش بالضرورة هذا مع كل الوزراء لكن هو في الغالب هذا الذي يحصل وهذا اللي حصلت معنا الربكة في السنتين اللي مضت يعني لكن لما نحط وزارة متخصصين في الإدارة متخصصين في الإدارة السياسية هم يحسنون إدارة السياسية هذا وظيفته دور سياسي في الحقيقة دور الإداري من الوكيل فما تحت يعني وكيل الوزارة أو سمونا الوكيل الأول هو اللي يدير القضايا الإدارية التنفيذية المباشرة هذا ما يصير أني أجيب واحد وحطه وكيله ما يفهم في الاختصاص لا صعبة لازم يكون شخصة مرحلة في الغالب كان وكيل مساعد وقبلها كان مديرا شخص بعلم مميز في تخصصه أجي أحطه في التخصص لكن الوزير مش بالضرورة فلما الدولة تدعم التميز الصادق إيش اللي يحصل الناس كلها تبدأ تشتغل في موضوع الصدق تبدأ تشتغل في العطاء في العلم في الوعي في النجاحات في الإنجازات فيصير الدولة منتجة لما الدولة تشتغل على التميز الكاذب الناس تبدأ تشتغل واسطات تحالفات تشتغل على قبلية طائفية كذا ما حيفوز الله بهذه الطريقة من أسوأ الأشياء اللي ممكن الدولة تسويها إذن موضوع العنصرية هو في الحقيقة أساس أساس في إرباك الدولة أساس في إرباك المجتمع لأنه يميز الناس على غير عطاء حقيقي وعلى غير معنى عميق هذه واحدة من الأساسيات في قضية الفكر العربي المتبهد لليوم بسبب وجود العنصرية فيه وخذها قاعدة الشعور بالتميز الكاذب أصل في العنصرية ترجمة نانسي قنقر